موسيقى نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم البداية بالحدث بعد الفاصل بداية استشهد تسعة فلسطينيين على الأقل في قصف صهيوني مكثف استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطع غزة كما شن الطيران الحربي للاحتلال غارات عنيفة استهدفت منطقة المطاحن جنوب دير البلح فيما قصفت مدفعيته مبانية سكنية في شارع الرشيد ومنطقة الميناء غرب مدينة غزة هذا وشهد مخيم المغازي وسط قطع غزة هو الآخر غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية التي قصفت منزلين لعائلتي العايد وصدم وفق ما أفادت به مصادر محلية هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها مائة وأربعة شهداء ومائة واثنان وستون جريح وزارة الصحة وفي بيان لها الأربعاء أعلنت ارتفاع حصيد الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى واحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرين شهيدا وأكثر من أربعة وسبعين ألف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم قالت مصادر محلية في غزة إن قوات الاحتلال الصهيوني فجرت صباح الخميس مبنا داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة كما فخخت عددا آخر من المباني داخله وأحرقت أخرى محيط به هذا وكانت قوات الاحتلال قد هددت في وقت سابق للنازحين داخل مجمع الشفاء عبر مكبرات الصوت وطالبتهم بضرورة إخلائه فورا قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استمرار جرائم جيش الاحتلال الإرهابي في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي وعمليات الاعدام للعشرات من النازحين والمرضى والتواقم العاملة فيه وحملات الاعتقال والتنكيل بداخله سلوك انتقامي يعكس فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه في القطاع حماس وفي بيان لها أكدت أن هذه الهامجية ستزيد من إصرار الفلسطينيين وصمودهم أمام ما وصفته بآلة القتل والإرهاب والإبادة المدعومة من الإدارة الأمريكية وعجز الأمم المتحدة الحركة دعت الأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر إلى التحرك للضغط لوقف العدوان النازي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم التنكيل والقتل وفق تعبيرها قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الصهيوني قتل أكثر من مائة شهيد في ثماني مجازر ارتكبها ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد المكتب في بيان لها الأربعاء شدد على أن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق هؤلاء إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التدعيات الخطيرة لذلك وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المنظمات والهيئة الدولية ودول العالم بإدانة جرائم الاحتلال المتتالية وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجامعية وحرب التجويع قال أطباء غربيون زاروا قطاع غزة في الشهور الماضية خلال فعالية في الأمم المتحدة إن نظام الرعاية الصحية في القطاع انهار بشكل كلي مشيرنا إلى أن هجوم جيش الاحتلال أصفر عما وصفوه بالفضائع المروعة وعمل الأطباء الأربعة وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ أكتوبر الماضي إصابات مروعة وجرح يعالجون دون معدات طبية ونظام رعاية صحية انهار في قطاع غزة هي شهادة من أطباء غربيين عايشوا الوضع على الأرض وعن قرب في القطاع المنكوب يروي الأطباء الأربعة ظروف عملهم تحت وطأة القصف الإسرائيلي بعد أن تمكنوا من دخول القطاع والعمل لأسبوعين في مستشفى شهداء الأقصى رأيت أشياء في مستشفى الأقصى وما زلت أستيقظ في الليل لأفكر فيها إصابات مروعة خاصة في صفوف النساء والأطفال خطر الحروق عند الأطفال صغار طفلة لن أنساها أبدا أصيبت بحروق شديدة لدرجة أنه يمكنك رؤية عظام وجهها كنا نعلم أنه لا توجد فرصة لبقائها على قيد الحياة لكن لم يكن هناك مورفين لإعطائه لها يقول الدكتور زاهر سحلول إنه وزملاءه رأوا العديد من الأطفال والمصابين بحروق قاتلة بعضهم بطرت أطرافهم وآخرون تعرضوا لإصابات مميتة هذه هيام أبو خضر عمرها سبع سنوات وهي إحدى ضحايا الحرب في غزة أصابت قنبلة منزل عائلتها فقتل والدها وشقيقها وأصيبت والدتها أيضاً حيث أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة أربعين في المئة في خضم تواصل القصف المكثف على القطاع تزداد الحاجة للخدمات الطبية ومع صعوبة إيجاد مستشفيات ومراكز صحية عاملة تبرز أهمية المستشفيات الميدانية لكن بحسب الدكتورة أمبر عليان تبقى هذه المستشفيات غير كافية يمكنك إنشاء ألف مستشفى ميداني لن تكفي ولن تعالج أي منها ولن تلبي عشر احتياجات غزة اليوم يجب إعادة تشغيل المستشفيات الموجودة مرة أخرى ولا بد من استعادة النظام الصحي وبينما ينضي جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات في عدد من مستشفيات القطاع عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلق بالغ من استهداف المشافي التي تعمل بالحد الأدنى من طاقمها وتعاني نقصاً كبيراً في المستلزمات الأساسية في غضون ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش على ضرورة التحرك الفوري من أجل إنقاذ أكثر من مليون شخص في قطاع غزة من خطر المجاع وأكد جوتيريش في مؤتمر صحفي الأربعاء أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة دعياً المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتال وضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة تحرك الآن قبل فوات الأوان لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني واليوم يواجه أكثر من نسب السكان أي ما يزيد عن مليون شخص جوعاً كارثياً بحسب تصنيف العالمي الذي نشر مؤخراً وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة وأدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لجهودنا الإنسانية قد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسام حمدان إن الحركة تراقب سلوك الاحتلال فيما يتعلق بتصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني مع كل جولة مفاوضات حمدان أضاف في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يظن أنه بمثل هذه الجرائم قد يحقق مكاسب على طاولة المفاوضات مؤكدا أن ما لم يتمكن الاحتلال من تحقيقه في المعركة العسكرية وجريمة الإباتة الجماعية لن يحققه بالمفاوضات إننا نؤكد أن الحركة تراقب سلوك الاحتلال فمع كل جولة مفاوضات يصعد جرائمه ضد شعبنا ظنا منه أنه بمثل هذه الجرائم قد يحقق مكاسب على طاولة المفاوضات ونؤكد هنا مجددا أن ما لم يأخذه الاحتلال في المعركة العسكرية وفي ظل جريمة الإبادة الجماعية لن يأخذه بمكائد السياسة وألعاب المفاوضات كما حذر حمدان الاحتلال من الاستمرار في انتهاكاته وجرائمه ضد المعتقلين في القطاع محملا حكومة نتنياهو مسؤولية حياتهم وسلامتهم إننا نحذر هذا العدو النازي من استمرار انتهاكاته وجرائمه ضد المعتقلين من أبناء قطاع غزة ونحمله مسؤولية حياتهم وسلامتهم وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم بشكل عاجل ميدنيا نشرت كتائب القسام مشاهدة لتصدي مقاتلها لقوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في محيط مجمع شفاء طبي بمدينة غزة اجتمع الخميس بالقاهرة وزراء خارجية دول عربية وأمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حسب ما أفادت به وكالة رويترز وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر قد أكد في وقت سابق أن الوزير بلينكين سيبحث في جدة والقاهرة جهود الوساطة التي تجريها قطر ومصر فضلا عن الجهود المبدولة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة حتى نحو سبعين مسؤولا وديبلوماسيا وعسكريا أمريكيا سابقا للرئيس الأمريكي جو بايدن على اتخاذ موقف أكثر سرامة مع الاحتلال الصهيوني محذرين من عواقب وخيمة إذا حرم الفلسطينيون من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسع الاحتلال النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وقال المسؤولون السابقون في رسالة مفتوحة إلى بايدن إنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدات لإسرائيل وشدد المسؤولون الأمريكيون على أنه لا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين في القطاع بهذا الشكل والحجم تلقى وزير الخارجية الجزائرية حمد عطاف مكالمة هاتفية من وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا ستافان سي جورني تنول خلالها بتعمقين المباحثات الجارية على مستوى مجلس الأمن الأممي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى وجه الخصوص المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الوزير عطاف تلقى مكالمة هاتفية من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي اتفق الطرفان خلالها على ضرورة تحرك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير وفي ذات المنظور أكد الوزيران على ضرورة إعادة بعث مصاري السلام بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المصدر ذاته أضاف أن الوزيرين استعرضوا واقع العلاقات التنائية بين الجزائر وفرنسا في مختلف أبعادها وكذا تحضيرات الاستحقاقات رفيعة المستوى المقبلة في الضفة الغربية استشهد أربعة فلسطينيين ليلة الأربعة إلى الخميس بعد قصف مسيرة صهيونية موقعا في حارة المنشية بمخيم نورشمس في مدينة الكارم بالضفة الغربية وأفادت مصادر محلية بأن الشهدين سقطوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم نورشمس وفرضها طوقا مشددا عليه كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن انتشاره شهدين سقطوا برصاص قوات الاحتلال عقب انسحابها من المخيم صباح الخميس هذا وهدمت جرفات الاحتلال جزءا من منزل وسط مخيم نورشمس موازاة مع مواصلتها تجريفة وتخريف البنى التحتية وممتلكات المواطنين في حارات المخيم ومحيطه فيما طالبت قوات الاحتلال السكان عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم بينما قامت باطلاق النار بشكل عشوائي هناك كما استشهد فلسطينيون صباح الخميس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وأفادت مصادر محلية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني بإبلاغ الهيئة عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستوطنة العازر المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ووفق المزر ذاته فقد قامت قوات الاحتلال بمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب ونقل جثمان الشهيد عمل إضراب الشام الخميس مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا إثر استهدافهم بطائرة صهيونية مسيرة مساء الأربعاء وشامل الإضراب كل مناح الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات التعليمية وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة جنين قد دعت في بيان لها إلى الإضراب الشامل عقب سقوط الشهداء الثلاثة وكانت جماهر غفيرة في جنين ومخيمها قد شيعت جثمين الشهداء الثلاثة في مقبرة الشهداء بالمخيم موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدنا نشرتنا متواصلة وفي شأن آخر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري الذي يقوده كمال مولة مهنئا منظمة على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجزائرية بهذه المناسبة أكد الرئيس تبون أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمة مواطناتية بما تضمنه من أعضاء وطنيين ونزهاء مشجعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما في تطوير الاقتصاد الوطني رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة على حد تعبيره وحسب المصدر تناول اللقاء مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024 حيث بلغت 6103 مشاريع بقيمة 3068 مليار دينار مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينار جزائري يضيف البيان وعقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري إن لقاء استعرض المشاكل التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين إضافة إلى موضوع القدرة الشرائية ومساهمة المتعاملين في تخفيض أسعار المنتجات خلال شهر رمضان بعض المشاكل التي يتلقاها المتعامل الاقتصادي تكلمنا كذلك في الصناعة الصناعة الديهار والصناعة الجزائرية وطريق التي تخرجنا من تابعية اقتصادية ونمشي إلى الاكتفاء الذاتي خاصة في الصناعة التحويلية ولكن صناعات تعاليزان ترون مدخلات كذلك تكلمنا في أمر مهم وسيد الرئيس الجمهورية يهتم به كثيرا وهو البوفرداشا كان رسل رسالة لكل متعاملين قصاديين جزائريين ليسهموا في المبادرة لمجلس تجليد قصادي جزائري لتخفيض أسعار في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك تخفيض الأسعار المنتجات وحمد الله اليوم كانت فيه تجاوب كبير من المتعاملين القصاديين وشفنا الأسعار انخفضت وحتى السلعة كانت موجودة بكثرة في السوق هذا واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء رئيس حزب طلائع الحريات ريدا بن ونان حسب بيان للرئاسة الجزائرية وعقب استقباله من قبل الرئيس تبون أكد رئيس حزب طلائع الحريات استعداد حزبه للمساهمة في كل مسعى للم شمل الجزائريين وكذا الترقية والنهوض بالاقتصاد والدفاع عن المقاومات الوطنية أكدت لسيد رئيس الجمهورية استعداد حزبنا أي حزب طلائع الحريات استعداد في المساهمة في كل مسعى مفاده هو لم الشمل كل الجزائريين الترقية والنهوض باقتصادنا والدفاع عن مقاوماتنا الوطنية من تعزيز ومساندة ديبلوماسيتنا الجزائرية وما تقوم به اليوم خاصة لمواجهة كل التحديات بشأن آخر حذرت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ونائبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إديم سورنو من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وانعدام الأمن الغذائي فيه بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 11 شهرا وفي إحاطة عرضتها أمام مجلس الأمن الدولي أكدت سورنو أن السودان قد يكون في طريقه لأن يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم محذرة من إمكانيات تعرض حوالي 222 ألف طفل في مكان ما بالمنطقة إلى الموت بسبب سوء التغذية السودان في طريقه لأن يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم وقد قيل بالفعل أن 18 مليون شخص مرة أخرى أي أن أكثر من ثلث سكان البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي وبحلول شهر ماي قد يواجه الناس في بعض أجزاء دارفور ما نطلق عليه المستوى الخامس من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد نحن نسمي هذه المرحلة بالكارثة ويرتفع سوء التغذية إلى مستويات مثيرة للقالق ويدي بالفعل بحياة الأطفال كشف تقرير حديث لمنظمة أطباء بلا حدود أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم شمال دارفور ويقدر شركاؤنا في المجال الإنساني أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن يموت حوالي 222 ألف طفل في مكان ما في المنطقة بسبب سوء التغذية يبدو من غير المعقول على الإطلاق استماح بحدوث هذه المأساة بدوره قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة موريتسيو مارتينو إن تصاعد القتال وتوسعه بات يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي خاصة مع وصول الصراع إلى مناطق جديدة وتتوسع الأعمال العدائية في جميع أنحاء الولايات الجنوبية الشرقية بما كان له عواقب وخيمة على الحصاد الذي انتهى في شهر جهنفي خلال موسم الحصاد الأخير من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو ثمانية ملايين شخص أزمات هم مستويات أسوأ من إنعدام الأمن الغذائي الحاد وهذا هو أسوأ مستوى مسجل للجوع ويستمر الوضع في التدهور مع اقتراب الصراع من عامه الأول ويواجه ما يقرب من تسعة من كل عشرة أشخاص إنعدام الأمن الغذائي الحاد مشاهدين وصلنا إلى ختم النشراء للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية ظاهر أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر